بسم الله الرحمن الرحيم انا عارف حاجة وانت عارف حاجة وده عارف حاجة لكن هل حد عارف كل حاجة؟ لأ طب ممكن حد مش عارف حاجة ويقول انه عارف حاجة اه طب هل في حد بقى عارف كل حاجة؟ لأ طب في حد فاهم حاجة؟ انت عارض على هقولك انا بعد الانترو شوفي حجوك حجوك دي دلع حاجة يعني انت حج وبدلعك فأقولك حجوك شوف ارئيس احنا عندنا نظرية كده اكيد سمعت عنها اسمها نظرية المعرفة وعشان لو مش فاكر يعني ايه النظرية دي فانا اقولها لك بسوعة دي النظرية كده بتهتم بالادراك الانساني اللي هو الانسان مدرك ايه وازاي وابتهتم بكل حاجة عنه تقريبا مصادر المعرفة عند الانسان بقى وقيمة الانسان نفسه من الاخر كده يعني بتهتم بدراسة ايه هي الحاجة اللي من خلالها نقدر نعرف بعقلنا حقيقة الكون والطبيعة والانسان وايه هي الادوات الصحيحة اللي بيها نقدر نعرف الكلام ده وايه بقى قيمة الادوات اللي احنا بنعرف بها دي وادورها في تحصيل المعرفة التلغبات صح؟ ولا يشغلك اي حاجة مش عاوزك تحس بلغباتها خالص بص يا رئيس احنا عندنا كون وطبيعة وانسان عاوزين نعرف بقى التلات حاجات دول هنعرفهم ازاي؟ اكيد عن طريق العقل حلو العقل ده بقى هيعرفهم ازاي لوحده كده؟ لا احكيت ده عن طريق سبيل معين هيفكر يعني عن طريق سبيل معين او هيمشي عن طريق سبيل معين علشان يوصل للحقيقة دي طيب عشان بقى يوصل للحقيقة دي هو محتاج ادوات ولا يمشي كده على حل شعره اكيد محتاج ادوات معينة يفكر بيها الادوات بقى اللي هيفكر على اساسها دي ايه دورها في تحصيل المعرفة دي بس كده هي دي نظرية المعرفة اللي هو يعني بيعرف احنا مين وعايشين ليه وازاي ونوصل ازاي اصلا الاجابة دي خلص طيب ماشا سيدي ادينا كده عارفنا نظرية المعرفة وعرفنا بتتكلم عن ايه وعوزة ايه ايه بقى الادوات ونوصل لها ازاي لا واحدة واحدة بس ما احنا الاول نعرف النظرية دي تاريخها ايه واصلها وفاصلها ولو اي حد داخل كده يدخل ويخرج من غير ما نعرف هو مين بص يا صديق انت لو بصيت في تاريخ الفلسفة كله هتلاقي اني مفيش جدل حصل اكبر من الجدل على نظرية المعرفة اه والله زي ما بقولك محيرة كله محدش عارف يجيب معاسك خصوصا فكرة مصادر المعرفة دي لو يعني ايه هي المصادر بالزبط اللي من خلالها نقدر نعرف المعرفة دي وفضلوا يتخانوا بقى على فيه اصلا معرفة ولا لا يعني واحد مسلا يقولك اه طبعا فيه معرفة وفيه مصادر كمان تقدر توصلنا للمعرفة دي والدليل ان احنا بنعرف حاجات كتير جدا عن طرية البحث والاستدلال والتفكر واحد تاني يرده ويقولك لا ده مفيش اصلا مصادر بل مفيش اصلا حاجة اسمها معرفة اه ولا عمرنا هنوصل للمعرفة لان امكانياتك محدودة جدا كانسان ومستحيل تعرف الحياة الكاملة نخلص من الخناقة دي نخش في خناقة تانية يتكلمه في مصدر المعرفة واحد يقولك اه ان العقل هو المصدر الوحيد والرئيسي في المعرفة ودول الجماعة كده اسموهم العقليون امرد عليهم مجموعة تانية اسموهم التجريبيون وقال لك لا مفيش معرفة الا بعد تجربة لازم تجرب الاول عشان تقرر الحاجة دي صح ولا غلط جي بعدهم بقى مجموعة ثالثة كده وقال لك بس يا جماعة ايه ده كده وخليني نقسم الارض نصية وجمعوا بقى ما بين العقل وما بين التجربة وقال لك والله ما هنزعل حد فيها المهم يا سيدي ده باختصار كده يعني نظرية المعرفة وشوية قراء واختلافات فيها زي الثلاثة اللي قلناهم من شوية دي هديت الدنيا بقى وعدى وقت كبير والحمد لله يسكتوا بقى على كده لا ازاي جيت طيارة الالحاد الجديد في المدة الاخيرة دي وطرح نظرية المعرفة عشان تعرض على الساحات من تاني ويعرض مشاكلها من تاني ويفضلوا ويمسكوا في بعض دي وبدأوا بقى يعرضوا كل حاجة فيها مفرداتها وتعرفها وطرقها ازاي وحدودها فين وردوا كمان على بقى المدارس اللي بتتكلم عن نظرية المعرفة بصور مختلفة عن نظرية طيب هتقول لي لحظة هنا بس يحس كده عشان انا عايز افهم الحاجة هو ليه اصلا الالحاد الجديد يركز قوي كده في حاجة اسمها نظرية المعرفة هو معلومالها اصلا ما يخليه في الحوار الوجود بتاعه ده قولك لا يا صديقب انت لازم تركز اكتر من كده معايا بص وواحنا مش قلنا ان نظرية المعرفة دي بتدور ازاي نعرف ونعرف ايه اه طب اول الحاد ايه شغلته اصلا غير انه ينكر المعلوم بالدين بغير المعلوم ويقولك ان معلوم بالعلم يعني لو مسلا يقولك مفيش اله وبعدين يقولك ان الكونة وجدت بين العدم عن طريق الضفضع الكونية باي حاجة المهم يعني اي مصدر وخلاص الاجابة دي بقى لازم تكون عن طريقه منهج معين المنهج ده بقى ايه هو نظرية المعرفة اللي هي بيها بيقولوا ان اهم حاجة في نظرية المعرفة عشان تقارف اي حاجة هو العلم فيعمله ميكسي كده بين نظرية المعرفة اللي هي نظرية فلسفية وبين العلم بس العلم المزور عشان يقولك ان حسب نظرية المعرفة لازم منهج نجاوب به المنهج ده هو العلم فالعلم بيقول ان مفيش اله فهم ركزوا قوي في نظرية المعرفة دي عشان يستدلوا بمنهجيتها على ان العلم هو السبيل الوحيد للمعرفة اللي هي علموية بس عن طريق برواز نظرية المعرفة وبعدين يقلفوا بقى في العلم ويقولك ان العلم مكشف كذا الكزا دي بقى اللي هو إلحادهم أو الأفكار اللي بتسند إلحادهم فهمتني كده؟ طيب إحنا بس عشان نبقى مرتبين كده إحنا قلنا إيه؟ بص هات وراء وقلم كده معي هات وراء وقلم قلنا واحد إيه هي نظرية المعرفة اتنين تاريخ نظرية المعرفة تلاتة علاقة الإلحاد بنظرية المعرفة كويس ارم بقى الورقة دي على جنبك وركز معي دلوقتي بقى إحنا عاوزين نسأل سؤال مهم جداً والسؤال ده هيربط كل اللي فادة ببعضه فركز معي شوية هل العلموية ومنهجها يقدر يثبت فعلاً إن العلم قادر إنه يكون ملم بكل المعرفة أو إنه يكون السبيل الوحيد الموثوق للمعرفة؟ يعني هل منهجية العلموية أو فكرة العلموية يقدر هو نفسه يثبت إن العلم أصلاً يقدر يجاوب على كل حاجة في الدنيا؟ وخلي بالك أنا هنا مش بسألك العلم يقدر يجاوب لا أنا بقول لك حتى نظرية العلموية اللي المفروض من خلالها بيقولوا كده هي نفسها أصلاً بتقول كده وبتقول كده دياد بمعنى بتثبت ده فعلاً ولا لا مش اللي هو واحد علموي يطلع يقول لك أو خلاص وإنا عشان نجاوج السؤال ده هنسأل سؤال تاني مهم وأهم بعد إذنكم يعني معلش تجاوبوني بس يا شوية علمويين انتو ممكن انتو هو تقولي إيه الدليل إن العلم هو السبيل الوحيد اللي معرفة الحقيقة؟ طبعاً استغربته لسه مش مستوعب السؤال قوي ها؟ لأن دليلك على أي حاجة في الدنيا هو العلم أصلاً طيب إيه بقى الدليل على إن العلم ده هو السبيل الصحة أصلاً علشان أعرف الحقيقة؟ يعني إيه الدليل إن العلم أصلاً يقدر يجاوب أو إن العلم أصلاً صحي 100%؟ طبعاً لو أجبتك إن العلم هو الدليل على إن العلم هو الحق الوحيد هقولك أكيد أن تعرف كويس إن ما فيش شيء بيكون دليل على نفسه فإيه بقى الإجابة؟ ها أنا مستنيك تجاوب؟ طيب هجاوب لك أنا عشان ما تتحركش أكتر من كده العلموين يا صديقي لما تسألوا فعلاً السؤال ده جاوبوا بإجابة غريبة جداً وهي إن الدليل على إن العلم هو الطريق الوحيد لما أعرفت الحقيقة إن العلم مفيد أولاً هم قالوا كده فعلاً يعني هقولك أنا هوا مش العلم مفيد وأفاد البشرية وسهل الحاجات الصعبة وخلى كل حاجة بقيت سهل وبسطة للبشر وهو أفاد البشر وعلى فكرة ده كبار العلمويين قالوا الكلام ده مش لهو يعني كام واحد مثلاً يتسأل وخلاص لأ ده واحد كده يعني ناس من أكبر العلمويين اللي المفروض في العالم ومن أشهر اللي يتكلم في الموضوع ده مثلاً روز بن بيرغ في كتابه الشهير عن الإلحد والعلم بيقول في إيه الفيزياء دقيقة في نبوآتها اتنين للفيزياء تطبيقات تكنولوجية عظيمة تلاتة تقدم الفيزياء تفسيرات دقيقة وواسعة اربعة إذن الفيزياء هي الطريقة الوحيد لإدراك العلم ايه بقى اللي عدرك بتقول له ده؟ ايه علاقة إن العلم جميل وأمور ومفيد بالدليل على إن العلم هو الطريق الصح الوحيد؟ مش فاهم ايه أنا مسألتكش عن نتاج العلم ولا بقولك العلم ده جميل ولا لأ أنا بقولك إيه الدليل إن العلم هو الطريق الوحيد للإجابات الصحة أو إيه الدليل على إن العلم هو الطريق الوحيد والأوحد الموصوب في العالم فإيه علاقة إجابتك؟ ماينفعش اقول لك ليه الاعلاج ده مفيد للمفاصل تقول لي والله لونه اخضر وشكله كده مريح للعين وبعدين انتخدته قبل كده ونييمة كنوعة مت جدا ايه اعلاقة الاجابة دي بالسؤال اللي انا بسأله اصلا وفكرة انك تقول لي علشان نتاي الفيزياء دقيقة جدا وصحيحة يبقى كده ده دليل على ان العلم هو الطريق الصح كلام ده غلط عاوز اقولك ان كلامك ده اصلا علميا غلط ليه ليه لانك لو راجعت معي كده الورا شوية هنلاقي ان في كل عصر كان العلم بالنسبة له صح مية في المية وبعدين العصر اللي بعديه يقول ان اللي فات ده كان غلط وهو ده الصح دلوقتي ومية في المية برضو سبحان الله يعني مثلا مثلا عديك مثال كده وقع عشان نستوعب الموضوع شوية احنا كلنا عارفين مثلا ان فيزياء نيوتن كانت في وقت من الاوقات هي الحقيقة الراسخة واللي مفعاش جدا لدرجة ان لعدة كورون كان الفيزيائيين بيقولوا متفقين كمان على ان فيزياء نيوتن وضعت الاصول اليقينية للفيزياء كلام ده صح فيش حد يختلف معي فين نلاقي بعدها بقى ان فيزياء انشتين لما جاته نظرياته النسبية الشهيرة رامت كل اللي فات ده في اقرب باسكت وهو كشفت ان فيه غلطات كتير في فيزياء نيوتن عادي جدا العلم اللي كان صحي مية في المية دلوقتي طلع غلط وانشتين برضو اللي رفض مقولات فيزياء الكم وقال لك ان المقولات دي ولا احتمالية ولا حتمية يعني ولا حتى ممكن تبقى صحي فيهم من ايام هي هي مقرات الكم اللي تم الكشف بعد كده انها الحقيقة الراسخة عند جمهور الفيزيائيين يعني اللي هو علم اينشتين اللي برضو كان صحي مية في المية دلوقتي سلها فيه غلطات عادي جدا اذا ففكرة ان الفيزيائي لها النتائج دقيقة ده مش صح الكلام ده مش صح هي دقيقة بالنسبة لك دلوقتي لكن بعد كده ممكن تطلع بطيخ عادي ولا اي حاجة عادي جدا وعلى فكرة دي حاجة معروفة جدا في الاوساط العلمية يعني بنقوله ده مش بس في علم الفيزيائي ده بينطبق على علم الاعصاب والكيمياء والبيولوجيا وكل العلوم تالي ايه ده حس يعني انت عاوز تقول ان العلم مالوش لازمة لأ طبعا انا عاوز اقول لك ان العلم لا يمكن ينفع يكون مصدر وحيد موثوق للمعرفة بالدليل العلمية نفسها اللي بتقول كده لكن العلم ده زي الفل وهو اللي ربنا امرنا كمان احنا نتعلمه ده ما فيوش اي مشكلة وعاوز اقول لك حاجة مهمة قبل ما نقفل النظرات العلموية للعلم اللي هي يعني ان العلم هو الكل في الكل وما بيغلطش مش هي خالص اللي خلت العلم مكانه العلم كده كده يجد عن مكانته عالية في نفس الناس من قبل العلموية نفسها ونظرياتها دي العلم عالي وقيم بانجازاته وفايدته للبشر فاحنا بننتقد النظرة العلموية للعلم مش العلم نفسه بس فهاربك هتكون بقى الدنيا واضحة حد دلوقتي بس يا سيدي كفاية بقى كده النهار ده عشان تشوف ترحق تروح انت راح فين كده بس استناني انا هجي لك الاسبوك الجاني مش هتاخر عليكم ان شاء الله لايك بقى وكومنت وشير ويعني مش تخسر حاجة كم زر اللي تحت السلام عليكم